الآن النفط يسرق من طريقين الطريق الأول من البصرة بلانجات إيرانية أما تذهب إلى عمان أو تذهب إلى بواخر موجودة بالمياه الأقليمية التهم دولة الإمارات فيها وقالت الإمارات وأثبتت الأيام الإمارات لا علاقة بها هي بواخر إيرانية تأخذ النفط بسعر زهيد ومن ثم تدخل فيه إلى إيران ومنها يصدر والبعض منها يصدر إلى طريق أفغانستان إذن من البصرة على المياه الدولية إلى إيران ومنها إلى إيران وإلى أفغانستان الطريق الثاني الموضوع النقاش الشاحنات الأربع مية هذه تأخذ من أربع أماكن المكان الأول هي حقول سيد غريب بمنطقة الفرحاتية التي هجروا أهلها ومخيمهم يبعد كيلو فقط عن هذه الآبار وأيضا حقول عجيل وعلاس والحقول الأخرى هي حقول كاركوك وتحديدا حقول باي حسن في تقاطع الملح حويجة هذه يوميا تأخذ وتذهب إلى شمشمال ومنها إلى بعضها يوصل إلى مصفى بازيان هذا كما سمعنا ولا تبناه ولا وعيده وأيضا منها إلى إيران ومن إيران إلى أفغانستان أعداد كبيرة كل الذين عملوا في مجال النفط من كانوا قبل عام 2003 لا يملكون شيء الآن يملكون الشيء العجاب حتى مثلا مصفى بيجي عدادات لحد هذه اللحظة مادي كان تدخل العجلة بأنها تحمل 30 طن لكن ساعتها تأخذ أكثر من 60 طن هذا الأمر لسنوات خلق لنا مليار ديارية يملكون الآن الأموال بينما 2003 كان أحدهم لا يملك حتى العجلة البسيطة التي تسمى برازيلي في العراق هذه كونت ميليشيات قوية وهنا أريد أن أذكر قضية للتاريخ مصفى الدورة مثلا مصفى الدورة هو ليس مصفى على حقول بينما يجيه النفط الخام من البصرة ومن حديثة ومن باقي المحافظات ومنها تتم عملية التكرير الأبارة الأنابيب التي تصل لهذا المصفى هي إلى عمق من 15 إلى 25 متر هذه سرية لا يعلمها أحد بما فيهم أحيانا وزراء النفط في أحد المرات هذه الأنابيب التي تدخل إلى الدورة أقاموا أرض فيها وأقاموا على أساس حقول مالدواجن وتمر العجلات يوميا وصلوا إلى الأنبوب الأصلي وبدأوا يوميا أكثر من 30 شاحنة من قلب العاصمة بغداد نعم إذا كان في العاصمة وإلى هذا المصفى المهم توصل هكذا عمليات كيف بالآبار والحقول التي تكون بعيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر